موسيقى متابعة اخبارية من استوديو التغير في واشنطن حياكم الله استبعدت هيلاري كلينتون المرشحة لانتخابات رئاسة الامريكية عام 2016 ارسال قوات برية امريكية الى خارج الولايات المتحدة للمشاركة في محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا وقالت كلينتون خلال جولتها الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا انها تؤيد استراتيجية الرئيس باراك اوباما الرامية لزيادة الدعم للقوات العراقية من دون ارسال قوات قتالية امريكية للتصدي للتنظيمة الارهابية واضافت انها لا تعتقد انه سيكون من الحصفة او الفاعلية او من اللائق ارسال قوات برية امريكية الى العراق مشيرة الى ان الجيش الامريكي يلعب ادوارا محددة ويستطيع ان ينجح في جعل العراقيين ان يركزوا على ما يجب ان يقوموا به لان شعوب المنطقة في النهاية هم الذين سيفوزون او يخسرون في هذه المعركة على حد قولها اوضح مناسق التحالف الدولي لمحاربة داعش جنرال جون الان ان القاعدة العسكرية الامريكية الجديدة التي افتتحت في العراق مؤخرا انشعت خصيصا لتدريب ابناء العشائر السنيا مبينة انهم افضل سلاح لمحاربة داعش ودفع الجنرال الان خلال لقاء مع محطة بي بي اس الامريكية عن القوات العراقية المنسحبة من الرمادي قائلا ان ما حدث هناك هو هزيمة بالتأكيد الا ان القوات هناك قاتلت حتى النهاية وفق رأيه ما رأيناه في الرمادي كان هزيمة بكل تأكيد وقد تعلمنا الكثير منها لكن في النهاية قد دافع هؤلاء الجنود طويلا قبل ان ينسحبوا امام داعش اذا ذهبنا الى محيط قاعدة الاسد حيث نعمل على تدريب الالاف من قوات الامن العراقية وابناء العشائر ستجد ان محيط القاعدة وحتى ضفة نهر الفرات مؤمنة تماما من خطر داعش وهذا دليل على ان الاستراتيجية يجب ان تقوم على ابناء هذه المناطق فعلينا ان نساعدهم لاستعادة السيطرة على مناطقهم وتمكينهم من ذلك وقاعدة التقدم هي من ستتولى القيام بذلك من خلال جمعهم بمكان واحد لتدريبهم وتسليحهم لاستعادة الجزء الشرقي من المحافظة والعمل مع باقي العناصر الامنية بالجهة الاخرى من قاعدة الاسد واستنكر الجنرال جون الان وصف الدور الامريكي بالعراق بالمتخاذل مؤكدا انه لو لا تدخل في تكريت لما كانت المدينة قد اصبحت بيد القوات العراقية في الوقت الرهن ولفت مناسق التحالف الدولي الى ان النصر على داعش سيتحقق عاجلا ام اجلا الا ان ذلك سيستغرق وقتا اطول مما يعتقد البعض اعتقد ان الولايات المتحدة تقوم بدور كبير في العراق فاستعادة التكريت ما كانت لتتم صراحة دون دعم قوات التحالف ودون تدريبنا لقوات الشرطة وابناء العشائر وتطويرنا لصندوق الاستدامة والاستقرار فما كانت لتصل القوات الامنية العراقية الى ما هي عليه اليوم اذا تركنا العراق لوحده في هذه المرحلة فسيؤدي ذلك الى زعزعة استقرار المنطقة نحن نعزز احتمالات النجاح كلما وفرنا مزيدا من الدعم للحكومة العراقية الا ان القضاء على داعش لن يتحقق على المدى القصير بل سيستغرق مزيدا من الوقت ونحن بحاجة للاعتراف بذلك قالت صحيفة واشنطن بوست ان حلول شهر رمضان يثير مخاوف جديدة من شن تنظيم داعش للهجمات واوضحت الصحيفة الامريكية انه بالنسبة لمن يراقبون داعش فان شهر رمضان يقدم لهم سببا للخوف فقد اصبح شهر رمضان وقت العمل للتنظيم المتطرف الذي يرى الاهمية الدينية للشهر الفضيل كاضافة حتمية للجهاد وفرصة لشن هجوم ففي العام الماضي على سبيل المثال اعلن التنظيم دولة الخلافة المزعومة في اول يوم من رمضان الماضي واعلن المتحدث باسم التنظيم ابو محمد العدني عهدا جديدا من الجهاد الدولي وكان هذا تصعيدا كبيرا في خطاب التنظيم وكان توقيته لا تخطيه العين وبعد فترة وجيزة من هذا الاعلان ظهر زعيم التنظيم لاول مرة وكان يتحدث عن اهمية شهر رمضان لداعش ذكر تقرير صادر عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ان عدد الاشخاص الذين تشردوا من منازلهم بسبب الحرب والاضطهاد في عام 2014 كان اكبر من اي عام سبق منذ بدء اصدار تقرير تفصيلي في هذا الشأن وبعد عام من تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والناس الذين اجبروا على الهرب من بلدانهم لخمسين مليون شخص لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية فقد وصل الرقم الى حوالي 60 مليون شخص العام الماضي ليشبه الامر دولة من النازحين يعادل سكانها تقريبا عدد سكان بريطانيا ورأت واشنطن بوست ان تلك الارقام المتصاعدة بشكل سريع تعكس عالما من الصراع المتجدد حيث تدفع الحرب في الشرق الاوسط وافريقيا واسيا واوروبا العائلات والافراد الى ترك منازلهم في رحلات بائسة بحثا عن السلامة الى ان انظمة ادارة تلك التدفقات تنهر حيث اصبحت الدول ومنظمات الاغاثة غير قادرة على التعامل معها حيث يبلغ متوسط من ينضمون الى صفوف هؤلاء حوالي 45 الف شخص يوميا وفي الوقت الذي بات فيه المهاجرون من سوريا يتصدرون قوائم اللاجئين في العالم وافق عددهم للمرة الاولى عدد لاجئي افغانستان تزداد الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة من قبل منظمات الاغاثة وبعض اعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه رئيس باراك اوباما لعدم استقبالهما الا اعدادا محدودة منهم فمنذ شهر اكتوبر الماضي لم تسمح الولايات المتحدة الا بدخول عدد يقل عن 800 لاجئ سوري من اصل اكثر من 4 ملايين فروا الى دول الجوار وانضم السيناتور داين فاينشتاين او السيناتور داين فاينشتاين الديمقراطية البارزة بلاجنة المخابرات الى 14 عضوا اخر بمجلس الشيوخ وقعوا خطابا موجها الى اوباما في مايو يطالب بالسماح بدخول عددا اكبر من اللاجئين من جهته توقع لاري يونك كبير مسؤولي اعادة التوطين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد من ستستقبلهم الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام اعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان الولايات المتحدة تدرب ما يقل عن 200 معارض سوري معتدل من قبل مستشارين عسكريين من خلال برنامج البنتاجون الذي يقوم بادارته واوضحت صحيفة واشنطن بوست ان برامج التدريب تجري في مواقع للتدريب في الاردن وتركيا ووضعت تلك البرامج لمساعدة المعارضة في مواجهة داعش الذي سيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا ولهم نفوذ كبير في الدولتين واشارت الصحيفة ان الكولونيل ستيف ورن المتحدث باسم البنتاجون قال انه تم تجنيد اكثر من 6000 معارض سوري ولكن هناك مجموعة متنوعة من المشاكل خلال التدريب واضف ورن انه تم التحري عن 2000 معارض ولكن تم اختيار 1500 فقط بعد اجراء عمليات تحر وفرز لهم وسيتم تدريب 180 منهم كبداية ومن غير الواضح متى سيبقى المتمردون في التدريب ولكن بمجرد وصولهم لمواقع التدريب في تركيا والاردن سيتم تحديد ذلك من خلال قدراتهم كمقاتلين انهى طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية عامهم الدراسي على خير ما يرام في ريف اللذقية المحرر لتعلن مديرية التربية الحرة عن المعاهد التي سوف تستقبل الطلاب الناجحين وهكذا تدور عجلة العلم في المناطق المحررة لمسيرتها الطبيعية قدر المستطاع ويحتفي المسؤولون عن المراكز الامتحانية بعدم تعرضهم للقصف من قبل طيران النظام كون العملية التدريبية في سوريا تعترضها الكثير من المعاوقات المزيد من التفاصيل في تقرير التالي عام دراسي جديد ينهي ايامه في سوريا البلد الاخطر في العالم حيث يهدد الجيل القادم فيه بالضيع ويقدر ان خمس المدارس فيه باتت خارج العملية التعليمية اما لدمارها بفعل قصف قوات النظام السوري او نظرا لتحولها الى ملجأ للأسر النازحة من مناطق الجبهات الحامية ورغم صعوبات تمكنت مديرية التربية الحرة في اللاذقية من اتمام امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية باقبال تقول انه الاكبر منذ بداية الثورة قبل اربعة اعوام الامتحانات الان ونعمل على توفير نوع من الهدوء لأطفاليك يقوم بالتركيز على هذه الاسئلة وعطاء الاجتماعي الضغطية اليوم اخر يوم كان بس الحمد لله كمان القصف كان قليل تحدينا النظام وتحدينا القصف وكفينا العملية التعليمية بكل مجاح والحمد لله استهداف المدارس بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام السوري في المناطق المحررة حول العملية التعليمية الى مخاطرة حقيقية عد عن القصف اليومي للمناطق المدنية الذي يجعل اجتياز الطلاب للعام الدراسي تحدي حقيقي يصعب انجازه مشهد اختلفت ملامحه اليوم في ريف اللاذقية المحرر وارتسمت علامة التفاؤل بدل القلق ووعدت مديرية التربية بتقديم ما هو اكثر بعد نهاية العام الدراسي بدأنا العمل على قدم وساء من قبل الاسراء التربوية في مديرية التربية واخوتنا المعلمين التابعين لهذه المديرية وبسبب اخذ الضمانات الاعتراف بالشهاد الثانوي العامي وبسبب ان شاء الله سنقوم بافتتاح معاهد في العام القادم تمكن الجيش السوري الحر في اللاذقية من تحقيق نسبة من الامن ساعدت الاطفال على اتمام عامهم الدراسي بنجاح الامر الذي يدفع للسؤال من هو المسؤول الحقيقي عن تهديد ضياع جيل سوريا بلا تعليم هل هو النظام الذي يقصف ام المجتمع الدولي الذي يتراجع عن دعم المناطق المحررة بمضاد الطيران قال باحثون امريكيون ان حرب الارهابيين على تراث الثقافي لسوريا والعراق يدمر مستقبلهما ويقضي على اي امكانية المصالحة في سوريا والعراق فهذه الاثار ليست مجرد حجارة قديمة بل هي حضارة وماض كامل من الحروب العالمية ودع ستيفن مولدر استاذ الفن والعمارة الاسلامية في جامعة اوستن بتكساس العراقيين والسوريين واليمنيين اعادة بناء بلدهم واعادة بناء شعورهم بالانتماء حيث ان تراث الثقافي واحد وهو من اهم الرسائل لفهم البشر اما مساعد علم الاثار في جامعة بوستن والخبير في شؤون الشرق الاوسط مايكل دانتي قال ان ما جرى في العراق وسوريا هو تدمير المستقبل من خلال تدمير الماضي معتبرا ان هدم التراث هو وسيلة لتوسيع الصراع وقال دانتي ان هناك ازمة ثقافية تعد الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية واعتبر علماء امريكيون بان تدمير داعش للتراث الثقافي يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جولتنا مستمرة ولكن بعد الفصل دعوتي الادارة الامريكية ان تستجيب من المطال العراقية بدعمها عسكريا ان السنة هم حلفاء للحكومة المركزية وللامريكان في حرب داعش هذا اليوم مع وزير الدفاع الامريكي طبعا طلبنا من وزارة الدفاع الامريكية المساهمة في تسريع هذه الدخائر والاسدح والمعدات كوند الكونغرس ايضا رأي في هذا الموضوع في ظل ما يجري حاليا في العراق والمنطقات الولايات المتحدة بكل تأكيد لا تريد دور اكبر من لإيران اتخاذ اجراءات عسكرية ضد نظام الأسد لمنعه من استخدام هذا السلاح الكيماوي نتحدث عن أباما كما يتحدث عن برنامج الأبادي وعدونا أيضا بأن يكون لديهم برنامج لدعم النازحين من خلال السفارة العمريكية الموجودة في بغداد ليس هناك جسالة واضح ليس لشعب العراقي ولا سنتحب في دولي حتى الآن من داخل البيت الأبيض ميادة صبري قناة التغيير الفضائية أهلا بكم في اليمن انتقدت الولايات المتحدة حكومة اليمن بسبب وجود مشتبه به في تمويل القاعدة بين أفراد وفدها إلى مفاوضات السلام التي تتوسط بها الأمم المتحدة وقالت الخارجية الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين عبروا عن مخاوفهم لدى الأمم المتحدة لكنها ألقت باللائمة على الحكومة في مشاركة عبد الوهاب المحقان في مباحثات جينيف وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت اسمه على القائمة السوداء الإرهابية في عام 2013 لتمويل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمساعدة على توسيع موطئ قدمه في اليمن وقالت حينها إنه يعمل ضمن شبكات الدعم العالمية التي تمول وتسهل الإرهاب وأنه أسس حزبا سياسيا ليكون غطاء لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ميدانيا كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وكلة المخابرات المركزية الأمريكية لم تكن تعلم مسبقا أن زعيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي بين المسلحين المشتبه بهم الذين تم استهدافهم في ضربة قاتلة بطائرات من دون طيار هذا الأسبوع وأشار مسؤولون أمريكيون أن الوحيشي الذي كان بمثابة الرجل الثاني في القاعدة بشكل عام قتل في ضربة كان مسموحا فيها للسي اي اي بإطلاق النار على أساس وجود نشاط مسلح مشتبه به حتى مع أن الوكالة لم تعلم بهويات من يمكن أن يقتلوا في هذه العملية ويشير هذا الكشف أن السي اي اي ما يزال يستخدم أسلوب استهداف مثير للجدل شرت الإدارة الأمريكية في عام 2013 أنها تعتزم التخلص منه تدريجيا لسيما في اليمن التي قال المسؤولون إنها تخضع لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام القوات القاتلة مقارنة بباكستان وقال مسؤولون أمريكيون إن حملة واشنطن تسببت في ضرر كبير لفرع القاعدة في اليمن حتى بعد وقف عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية اليمنية المشتركة على الأرض قبل عدة أشهر اعتبر البنتاجون في تقرير رفعه إلى الكونغرس أن تنظيم الدولة الإسلامية الداعش هو اليوم في مرحلة استطلاع أولية في أفغانستان مشيرا أن هذه الظاهرة تقلق أيضا حركة طالبان التي تتخوف من تمدد التنظيم الجهادي على حسابها وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها الذي سلمته للكونغرس إن القوات الأمريكية في أفغانستان رصدت بعض المؤشرات على جهود تجنيد محدودة قام بها الداعش هناك وأضف تقرير أن بعض الأفراد الذين كانوا منظوين في جماعات إسلامية متشددة أخرى غيروا تسميتهم إلى الدولة الإسلامية ولاية خراسان ولكن هذا التغيير في المركة هو على الأرجح جهد هدفه الحصول على اهتمام إعلامي وتمويلي وتجنيدي هذا وكان مسلح طالبان الأفغان حذر زعيم داعش أبو بكر البغدادي من أي محاولة للتمدد في بلادهم وذلك بعد اشتباكات درت في شرق البلاد بين مقاتليهم وأخرين يقولون أنهم ينتمون إلى داعش جولتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم إلى أمريكا حيث أثار مقتل تسعة أشخاص بإطلاق نار داخل كنيسة للسود في مدينة تشارلستون بولاية سوث كارولينا ردود فعل مختلفة من ساسة ومشاهير بالولايات المتحدة حيث أعاد الهجوم على الكنيسة تسليط الضوء على التمييز الذي يتعرض له أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة المزيد من التفاصيل مع الزميلة ميادة صبري حادث مدينة تشارلستون في ولاية سوث كارولينا يعد ضربة جديدة يتلقاها ذوي الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة سواء من الشرطة أو المدنيين فقد واجهوا خلال العام الماضي تجارب قاسية تمثلت في عمليات قتل ارتكبها ضباط بيض في الشرطة استهدفت شبانا من السود العزل السلطات الأمريكية كشفت أن ستة نساء ومشرعا ديمقراطيا كانوا بين ضحايا إطلاق النار الذي وقع في إحدى أقدم الكنائس في الولايات المتحدة وأبرز دور العبادة التي يتردد عليها الأمريكيون من أصول أفريقية في ولاية سوث كارولينا حيث تم القبض على المشتبه به الذي يدعى ستورن روف والبالغ من العمر 21 عاما من جهته ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأشد العبارات برجوم كنيسة شارلستون وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن باستطاعة الولايات المتحدة أن تضع حدا لمثل هذه المأسي وتغلق الكثير من المسارات التي تؤدي إليها كما أوضح أوباما بأن مشاعر الكراهية تهدد حرية وديمقراطية الشعب الأمريكي وأكد بأن التحقيق جار لمعرفة ملابسات القضية داعيا إلى العمل بقوة لتحقيق الحلم الأمريكي أما مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية فقد سارعوا إلى إدانة الحادث وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي قالت أن ما حدث في شارلستون يمثل أنباء محزنة للغاية وهو ما ذهب إليه أيضا منافسها حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي وصف الحادث بالمأساوي من واشنطن ميد صبري قناة التغيير الفضائية قضت محكمة استئناف أمريكية أن مسؤولين أمريكيين انتهكوا حقوق المشتبه بضلوعهم في هجمات 11 سبتمبر وجميعهم من المسلمين العرب في عهد الرئيس السابق جورج بوش وأوضحت المحكمة في قرارها أن كبار مسؤولي الأمن في عهد جورج بوش وعلى رأسهم وزير العدل جون أشكروفت ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر ومدير خدمات الهجرة والمواطنة جيمس زيغلار انتهك الدستور الأمريكي من خلال انتهاك حقوق معتقلين جميعهم من العرب والمسلمين في نيويورك ونيوجيرسي على مدى أشهر بحجة مكافحة الإرهاب يتي ذلك بعد قيام منظمة مدنية تدعم مركز الحقوق الدستورية ومقرها مدينة نيويورك رفعت الدعوة قبل 13 عاما ومضمونها أن مسؤولين أمنيين كبار قاموا بانتهاك حقوق الإنسان في أمريكا بحجة الإرهاب والتطرف ضد مشتبه هجمات سبتمبر وجه رئيس الأمريكي باراك أوباما تهانيه للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بحلول شهر رمضان مشيدا بالخدمات التي يقدمها المسلمون الأمريكيون إلى جانب بني وطنهم لمساعدة منهم بحاجة لذلك وأضف أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض أن التنوع والروح الوطنية للطوائف الدينية في أمريكا تمنح الجميع القوة فيما تذكر حرية العبادة بالقيم التي يتشطرها الجميع وقال أوباما إن رمضان وقت لتعزيز الإيمان والرحمة والمغفرة والمثابرة من خلال الشدائد مشيرا أنه خلال هذا الشهر الذي يتسم بالعطاء يتوصل المسلمون في جميع أنحاء العالم لمساعدة من ألمت بهم النزاعات والجوء والفقر والمرض وإشار الرئيس الأمريكي أنه يتطلع لاستقبال أمريكيين مسلمين كما يفعل كل عام على مأدبة إفطار تقام في البيت الأبيض تكريما لشهر رمضان والإقرار بخدمات المسلمين الأمريكيين أخيرا يحيي مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية مثل بقي أتباع الديانة الإسلامية في جهات العالم الأربع شهر رمضان فكيف استعدت الجالية العربية المقيمة في منطقة واشنطن الكبرى للاحتفال بأقدس الشهور عند المسلمين على مدى ثلاثون يوما أو أقل من ذلك بيوم فتتغير حياة المسلمين بشكل كامل الإفطار بدل الفطور والغداء ووجبة السحور لتعويض العشاء وما بينهما تعبد وصلوات وطقوس روحية تسعى إلى تطهير الجسد من متاع الدنيا وملذتها وقد حرصت عدد من الأسر المسلمة في ولاية فرجينيا والولايات المجاورة لها مثل كل عام على الاستعداد لإحياء شهر الصيام وتجل ذلك في الإقبال الواضح على المتاجر العربية والإسلامية قصد التبضع واقتناء منتجات تزين موائد الإفطار التي تحظى بمكانة كبيرة لا تقل أهمية عن التقوص التعبدية ووجبات الإفطار الخيرية وليالي السهر واللقاءات في المطاعم والمقاهي منها اللحم أول شيء اللحم سلعة أساسية في رمضان كل المسلمين ما شاء الله يعني نحن كالسودانيين بنفطر مع بعض كثير في الجالي عندنا في إفطار وبالتالي الأجواء ديال المغرب فماشي الأجواء ديال الولايات المتحدة نظرة للعمل اللي هو موجود لكي أطرت شيئا ما على الجالية في أمريكا فنحن نشتغل ليلة نهار في هذا الشهر المبارك ونقوم بجمع تبرعات للأيتام والأرامل وكذلك البرامج التنموية في العالم الإسلامي متابعتنا الإخبارية من ستوديو التغيير في واشنطن انتهت في أمانيلا اشتركوا في القناة